السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يواجه مصور فيديو سيدة التجمع عقوبة قانونية؟ مشهد أصار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حينما أصارت سيدة أوكرانية والتي اشتهرت بسيدة التجمع دهشة جيرانها والمرة في منطقة التجمع حينما ظهرت عارية في شرفة شقتها بمدينة التجمع والأمر الذي دفع البعض أن يتقدموا ببلاغ للشرطة يتهمونها فيه بالتحريض على الفجور وسرعا ما تحرقت الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليها بعد توصيق أحد الأهالي بفيديو وصور تثبت صحة الواقع بعد انتشار صور وفيديو يوصق حادث السيدة الأوكرانية وتساؤل الكثيرين عن الموقف القانوني تجاه مصور الفيديو قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة ألمينيا فيما يتعلق بالشخص الذي صور مقطع الفيديو الخاص لسيدة التجمع إن المادة 25 من قانون تقنية المعلومات تنص على أنه من يقوم بتصوير شخص بدون علمه فتكون العقوبة الحبس لمدة سنة ولكن إذا كان التصوير بهدف توصيق جريمة فلا حبس في هذه الحالة وعن سيدة التجمع العرية التي ظهرت بملابسها الداخلية في شرفة شقة أكد السعداوي إن الواقع تعتبر فعلا فاضحا وفسقا وطبقا للمادة 278 من قانون العقوبات الجنائية فيكون مصيرها الحبس من يوم إلى سنة والغرامة 300 جنيه وأوضح بأنه لا يجوز لسيدة التجمع على اعتذار بالجهل وتقول إنها ليست على دراية بالقانون المصرية لذا يجوز لنياب المصرية العمل على الحبس الاحتياطي ويجوز تركها على قوائم الممنوعين من السفر ولكن تعتبر المشكلة الأكبر هي من يقوم بتداول فيديو هذه السيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي سياقع تحت طائلت القانون ترجمة نانسي قنقر